اهلا وسهلا بحضراتكم اهلا وسهلا بحضراتكم اغلب اهداف قولا واحدا برغم كل ما تسمعه من خطاب سياسي واعلامي في الميديا الاسرائيلية وفي الدوار السياسية الرسمية لم تحقق اهدافها لانه هم وضعوا اهداف كبيرة في بداية العملية محاولة لاسترداد كرامة الجيش الاسرائيلي والدولة العبرية ومكانتها وحالة طبعا من الفزع والهلع اللي خرجت دي العملية العسكرية باستخدام طبعا قوة العسكرية الممنهجة اوسو السامر بهذه الصورة اللي شفتها محاولة لاسترداد جزء من هيبة المؤسسة العسكرية وحالة الانقصار والاخفاق في المجتمع الاسرائيلي نقطة من اول السطر ايه اللي اتحقق خلال الشهور كلها واحد لم تنتهي حماس للأسف هم يروا انه عدم انتهاءهم ربما ينظرونه بأسف كبير انه حماس لا تزال موجودة لا تزال قوة العسكرية موجودة برغم تضرر البنية العسكرية لحماس الا انها موجودة وموجودة في القطاع بصورة كبيرة وهي جزء من المكون المعادلة التي ستتشكل حين تنتهي الحرب وبالتالي لا يمكن استبعدها هذا بالاضافة الى نقوة حماس الناس فهم الناف غزة لا ده موجودة في الضفة الغربية في الاقاليم في الخارج ففيه صحيح ان البنية العسكرية تضررت لكن الكوادر والمهام وفكرة الاديولوجية لا تزال قائمة تالي دي امور ربما كمان نضم بليهم ناس بسبب هذا العدوان لكن هم كحركة مقاومة هي حركة مستمرة لن يتم اقصاءها من المشهد لاعتبارات كثيرة ففي التقييمات العسكرية والسياسية باوس السامر اليوم في مراجعة ماذا جنت اسرائيل حققت ايه كسبت ايه حتى على المستوى الهدف البسيط القريب اللي هو استعادة الاسرة لم يحدث لم يحدث والوصول طبعا لقادة حماس لم يتم ففيه اهدف كتير قوي عسكرية وسياسية حاول نتنياهو بزكاءه السياسي انه يلتف حول هذا القضية خليني اصح بعض النقاط مهمة قوي انه نتنياهو ليس اسرائيل البعض يتصور انه نتنياهو هو المتصدر الوجهة وما الى ذلك وده صحيح في الاطار الشكل يعني انه نتنياهو هو رجل اسرائيل او ملك اسرائيل القوي اللي هو مسيطر على الحياة السياسية والعسكرية وكذا هذه امور وفيها جزء من الحقيقة لكنها ليست الحقيقة كاملة الحياة الكاملة تشير الى ان هذا الكيان المأزوم اللي هي دولة الاحتلال الاسرائيلي هناك مراكز قوة ومؤسسات القوة غير مرئية هي التي تدير الدولة وهي التي تستطيع حتى هذه اللحظة ان تصارح نفسها اننا لم نحقق شيء في غزة حتى الان وبالتالي يستمر نتنياهو في الوجهة كشخصية مدنية وليست عسكرية الان يدير الدولة مجموعة من اشباه السياسيين وعسكريين قادمين جدد تولوا مواقعهم من 10-12 يوم رئيس استخبارات عسكرية امان قادة عسكريين جدد فدولة بقى حضرتك اللي يحاولوا ان يعيدوا مجد المؤسسة العسكرية واختر شيء انا اسف هستوقف بس حضرتك عندي فاصل اجباري اداني العيشان بقيتين ونرجع بقى نكمل النقطة المهمة اهلا وسهلا بحضرتكم ان نواصل حوارنا السياسي مع الاستاذ دكتور طارق فهمي وتوقفنا عند نقطة مهمة جدا المح اليها الدكتور طارق وهي تحت عنوان ان اسرائيل ليست نتنياهو كان الدكتور بيشرح انه رغم انه الواجهة كلها تتمثل في نتنياهو لكن هناك مؤسسات تدير فيه الخفاء هي استاذ مؤسسات القوة في اسرائيل او مراكز القوة في اسرائيل ودي بتحمي بقاء الدولة في محيطها الاقليمي والداخلي وهي تبني المناعة الوطنية حينما يتعرض الكيان او دولة الاحتلال للخطر اسرائيل ماكملتش مئة سنة في الاقليم وبالتالي هدفهم الاستراتيجي الان هو ان يتواجدوا في الاقليم ويتجاوزوا عقدة المئة سنة وبالتالي جات المواجهة مع حركة حماس ويدركوا ان المقاومة ليست فقط حماس لكن فيه تنظمات اخرى يعني فيه القطاع عديدة بالاضافة طبعا لجابة الشمال حيث حزب الله تالي فيه مخاوف من الساعة التالية في اسرائيل يتم استهدافة بهذه الصورة يعني بيقولوا اذا كنا تعصرنا مع حركة حماس فما بالك والقوة العسكرية الحماس لا تقارن من حزب الله على سبيل المساء ومختلفة تماما فهو بيكلمك في ده الاخفاق جاي من ايه سوء ادارة المشهد بصورة كبيرة تصميم على العمل العسكري هو طبعا احتلالهم ليه القطاع الان القطاع تم تقليصه جغرافيا بمساحة كبيرة بتواجدوا الى حاجة اسمها كانتونات وملوكات في عمق القطاع عملوا ممر اسمه ممر نتسريمو ده فصل شرع الرشيد الرئيسي والطرق المؤدية ليه فالقطاع اصبح متقطع بصورة كبيرة طب حدا تقولي الترتيبات الامنية ما الترتيبات الامنية بقى هتيجي ترتب ما هو على القائم على الارض وبالتالي هو بيتكلم مثلا المقترح الامريكي اللي هو طرح طرح يوم الجمعة رئيس جو بايدن بيتكلم على اطر ومبادئ لكن هو تارك للدولة الرئيسة اللي هي بتعمل المفاوضات والوسطة هو معلش هنا نقطة مهمة بان حرارك القحمتنا مباشرة في المقترح الامريكي هو حرارك مسدى انه مقترح امريكي فعلا لا لا هو مش امريكا هو اسرائيلي بالاساس اسرائيلي بالاساس هو باسرائيلي بالاساس يعني وبصرف النظر هو نوه على ده بالمناسبة والسلام لانه هو ما تنصلش بده انا في تقديري انه جو بايدن قبل اربع شهور من بقى الانتخابات عايز يسجل اسمه ضمن الرؤساء الذين طرحوا رؤى ومقاربات عليك تذكر رؤية بوشي الابنة مقاربة كلينتون رؤية اوباما فهو عايزي وحتى اكتبص انا مش عايز اقول سرق اكتبص كلمة خريطة الطريق اللي هي طرحت منذ في ادارات سابقة خراطة الطريق لحل القضية فبالتالي انا في تقديري انه اسرائيل دولة مزعورة ودولة مأزومة في هذا التوقيت نتيجة للمتغيرات اللي طرقت في المواجهة تباني انه بتمارس دور القوة الممنهجة امام العالم لمحاولة استرداد العالم لكن الجمهور الاسرائيلي لم يعدوا صدق لانه فوجئ حتى في المواجهة السطحية مع الايرانيين انه الدفاعات كانت فرنسية بريطانية امريكية فكان في سؤال على لسان المواطن بسيط في اسرائيل احنا فين القوة العسكرية بتاعتنا بقت قوة عقيمة ده كان نحور نقاش ان قوة عقيمة عندنا قوة عندنا كذا لكن اصبحنا الان قوة عقيمة في الاقليم شعور بقى حضرتك اساسة في اسرائيل وهم مجموعة ارجو ان انتبه لنقطتين كنت بكلم حضرتك في الفاصل انه في جيل هواء النهاردة سياسيين يحكموا في الدولة والمجموعة دي حضرتك اشباه سياسيين يعني مع احترام يعني للذين اترحونا البدائل اللي نتنياهو يائر لبيد وبني جانتس والمجموعة دي لا تزن الجمهور الاسرائيلي لا يعطي سقطهم لاجباه السياسيين هقول لحضرتك يائر لبيد ليس لديه تاريخ سياسي راجل كان صحفي على قده والده طبعا هو بنى تاريخه على اسم والده اشتغل في الاعلام وفي الميديا فترة لكن من السياسي كادر جوه حزب كبر وعمل هو اصبح زعيم المعارضة بالسطف ما فيش رصيد يعني بني جانس كان رئيس اركان وكان رئيس اركان عسكري وبالمناسبة هذا الرجل ليه علاقات جيدة بالسياسيين الفلسطينيين يعني ابو مازل ممكن يروح يتعشى معاه يقعد معاه ففيه لغة يقابل جلالة الملك عبدالله ففيه تواصل ده اليوم ربما يقولك ده البديل المطروح يعني البديل المطروح لكن في النهاية الجمهور الاسرائيل اللي ريعته سقطه إلا للشخصات القوية وبالتالي هنا هتبقى لحظة التغيير هل نتنياهو هيستمر نتنياهو بيحارب الحرب الأخيرة اللي احنا متفقين فيها بيحارب حربه الأخيرة انتهى الحرب معناها انتهاء حياته السياسية كبور النمازج مختلفة السبعينات غير دلوقتي وموضوع اللجان التحقيه هو عطل ده بالمناسبة يعني هما كان وحن أمنا ان يحكم دوليا طبعا وطبعا فيه تحرك فلسطيني كبير وتحرك عربي وتحرك مصري يعني برضو فيه ثلاث مستويات كان احنا بنتحرك اديت زخم للقضية الفلسطينية الاعترافات الدولية اللي حالك شايفها دلوقتي من الأسبانيا من النرويد من أيرلندا كل ده بسبب حالة الزخم الكبيرة اللي عملتها مصر طب حننجي للنقطة دي لانها تغير مهم في المزاج بتاع الرأي العام الغربي لكن هرجع لفكرة المقترح الامريكي اللي بنقصين اسرائيلي في الأساس إذا كان مقترحا اسرائيليا فلماذا اسرائيل تماطل فيه على مدار ثلاثة اربعة تيام طبعا لما أنا قد مقترح ونظرا للعلاقة الوديل بيني وبين أمريكا فبايدن قال أنا عايز ان سيبه النفسي عشان يبقى صنعت إنجاز قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما إلى ذلك اسرائيل هاني بطلع فيه نقطة تفاصل بلوقتي ليه بقى حضرتك لأنه فيه نقطة مهمة قوية نتنياو بيشتري الوقت يا أساس سامر يشتري الوقت لمدة الأربع شهر اللي جاي عشان يوصل الانتخابات قرى هناك أن ترامب جاي وليس جو بايدن وبالتالي حينما يعود الرئيس السابق اللي راح تتغير بكل ما فيه وبالتالي بيشتري الوقت للوصول إلى هذا الهدف طب التحفزات والاعتراضات على إيه بقى أساس سامر مش على التفاصيل لا للأمانة تقتضي أن الرئيس جو بايدن طرح أطر مبادئ عامة صح لكن ترك الأمر المين للوسطين المصري والقطري وبالتالي كأنه لم يطرح شيء إحنا طبعا طلعنا بيان مصر وقطر طلعوا بيان على أن الأفكار والمبادئ ارتكانا لرؤية الرئيس اللي طرح يوم 31 مايو ده شيء جيد أن الأمريكان بيسجلوا حضور لكن أنا عايز أقول بلاش نعول قوي على الإدارة الأمريكية لأن الإدارة إدارة خسرة حتى الآن بهذه الصورة وفق اعتبرات كتيرة للرأي العام الأمريكي صحيح نقدر نتكلم منها أن شعابية الرئيس انخفضت وهو عنده تخوف كبير قوي من الجلالات العربية والإسلامية حتى من التقدميين من داخل حزب والشباب نفسه في عملية الفوتن والتصويت ففي مشكلة كبيرة بواجهها حتى في بعض الأصوات من الجلع اليهودية نفسها بتاريت تفكر على أنه أمريكا وبايدن لم يدعموا إسرائيل بالشكل اللي كانوا توقعوا بالزبط حضرتك بالزبط حضرتك فده بيستكمل برضو الصورة أن حضرتك ماشي في المساري المباشر له الإسرائيليين هم عايزين إيه دلوقتي الإسرائيليين أنت أمام طيارين موجودين الطيار داخل الحكومة وهذا الطيار بيقوده الوزراء المستوطنين ووزراء المستوطنيين مش من كبير ولا المجموعة الجنبه لكن هي القضية أن دولة لا يتعاملوا سيد سامر على أنهما وزراء ونتكلم حضرتك كمستوطن ودي بقى قمة المفارقة حضرتك في بعض الوزراء في الحكومة دي الحكومة المصغرة فيه في الحكومة الكبيرة اللي هي شاملة كل الوزراء فيه 8 وزراء مطلوبين كإرهابيين في مطارات العالم دي جزء من المفارقات اللي حصلة في الحكومة مجلس الحرب بيضم 3 العسكريين اللي هم رأساء أركان سابقين وبيضم عدد من الوزراء بالإضافة إلى نتنياهم النهاردة التهديد أن الوزراء المستوطنين عايزين يخرجوا من الحكومة ولو خرجوا هل الحكومة تسقط أو لا تسقط طب البديل إيه؟ أحزاب عربية واللي هنروح لانتخابات فالأمور هتتعطل طبعا لو حصل ده هنقعد حوالي من 3 شهور لـ 4 شهور في انتخابات قادمة وممكن الرئيس الإسرائيلي مدها 6 شهور يأتي الرئيس الأمريكي الجديد وبالتالي يبقى حضرتك مشيت في الطريق اللي هو يوصل لنتنياهو في النهاية مدت في عمر نتنياهو عدة شهور إلى أن يأتي الرئيس الأمريكي أيا كان بقى بصرف النظر عن مين اللي هيجي وتستعد لعملية انتخابات بس في نقطة هنا يا دكتور طاري الأمريكي أنا عاية لما سمعت المقترح الأمريكي لما جي على لسان بايدن استقربت جدا من نقطة وساعتها هو ده الحاجة المحيدة اللي خليتتي أشوك إن ده يكون مقترح طالع من تلا أبيب أو من نتنياهو قصة الأصل وتبادل الأصل وعادة عمر غزة كل كلام ده ماش نتكلم فيه بس النقطة المتعلقة وكان بينا في شكل إطار واضح وهي الانسحاب الكامل من قطاع غزة سحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة أنا حتى ما صدقتش لأن ده لو حصل تحت أي من حيبقى هزيمة نقراء لإسرائيل وانتصار صاحق لحماس طيب حقول حاجة بقى معليش تحملني فيها هو في نسختين نسخة إنجليزية ونسخة ترجمة العربية من المبادرة هي الأساس حضرتك إنه المرحلة الأولى ستة أسابيع ده اللي جاء في النص بتاعه لكن هو بيتكلم حضرتك في إيه بيتكلم فيه انسحابات انسحابات ليست كاملة النسخة الأصلية انسحابات من المناطق الأهلة للسكان الأهلة للسكان حضرتك وليس انسحابات كاملة اللي حضرتك بتشرح لا النسخة العربية جات لنا انسحاب كامل من قطاع غزة لا دي انسحابات انسحابات جزئية ومرحلية من المناطق أهلة لكن يظلوا هم حاكمين السيطرة بالضبط حضرتك ليه بقى كده كده منطقين وهو لعب بقى في النص في إيه في السياغة ده عملة زي بتاعة الزمان اللي هي الأراضي وأراضي بتاعة ده الفرق في المصطلح هو بيكلم بقى حضرتك في ايه المناطق الأهلة طب أي مناطق أهلة أو سيستامر دلوقتي عشان يكون وقعيين النهاردة حضرتك قلص مسحة القطاع القوات الإسرائيلية موجودة حضرتك خارج مناطق التماس في المدن غزة يعني في قوات وقفة قدام المناطق المحازية والمتماسة في مدينة غزة في مدينة خان يونس في النواصي في المناطق في كل المناطق ده بيمثلك ايه عند الضرورة يقدر يخش في أي لحظة زي اللي حصل في المناطق مش بس كده يقدر يخش ويقدر يقطع يعمل اللي هو عايزه يقطع ويفصل بحيث انه يخليها كلها جزء منعزل زي اللي هو حصل حضرتك فين في المناطق سي في الضفة الاربية مناطق سي في الضفة الاربية أو مناطق جيم دي بيدخل في أي لحظة وبالتالي يقتحل مخيمات ويحصل عاملات الملاحقات وكذا لا بالشرح والطرح اللي حاجة بتقوله كده كده يعني قابلة للمنطق هو ده اللي حيشتغل عليه وبالتالي الست أسابيع طيب السؤال بقى حضرتك وسيد سامر في جملة الأسئلة المصارى ودي كانت الإدارة الأمريكية مفترض تطرح حواليها نقاش مين اللي حيرائب ده ده رقم واحد لا وقبل مين حيرائب ده لان انا اعتقد انه دي النقطة اللي بتنقشها حماز دلوقتي وهي المبادرة أو المقتلح الأمريكي من ثلاث مرحل زي ما أعلنها بقى السؤال لو أنا من حماس أول سؤال أسأله دلوقتي هل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة بشكل أوتوماتيكي آلي وإذا لما نخلص مرحلة هتعود وتقيمه وبعدين تقوله نستعق ولا لا لازم هنقيم هنقيم ديتم مشكلة ما هي دي حيقيم إزاي أنا لازم أصر على أن الانتقال يبقى أوتوماتيك لا حيقيم لازم حضرتك تقود أيما هي دي حماس لسه هنقل على حماس لكن هو الطرف اللي حالك بتقوله أنه هو عايز الوسطاء يصيغوا كل هذه الإشكالية على اعتبار الصياغة هي دي اللي هتحدد وهيحدد لحضرتك مستاذنا الشيطان يخبن دايما في الصياغ أو التفاصيل هنقعد بقى ونتكلم في هذه التفاصيل في مشكلة بقى حضرتك أستمر في دي أنه لازم تبني إجراءات ثقة يعني النهاردة مين حيرائب عملات الانسحابات مين حيسجل المخالفات الامتهاكات الكاسب كل دي تفاصيل طيب حماس عايزة إيه من القصة دلوقتي هو طبعا أنا مش عايزة أقول هو أخذ الأطر العامة من المقترحات المصرية يعني هات المقترحات المصرية تحت إيدينا بنشتغل بقى شغل أكاديمي إنقل حضرتك الأفكار اللي موجودة في المقترحات المصرية في المرحلة التالية التالية هو عمل إيه أخذ العناوين أخذ العناوين الرئيسية من المقترحات المصرية وبعدين حطاها عنده في الأطر لغاية هنا مفيش مشكلة طب وبعدين رجع قالك ده دور الوسطاء طب ما إحنا شغالين على الوسطاء تمام بعد إعلان المبادرة بساعتين دي نقطة مرضو مهمة قوي أعلنت الحكومة الإسرائيلية إن مجلس الحرب وافق على بداية المرحلة الأولى للإفراج عن 33 عنصر محتجز وعدد من الجسامين وفق أي بقى مقترح المقترحات المصرية ولا الأمريكية الإسرائيل ردوا بنفسهم قالك لأ وفق المقترحات المصرية والجهد المصري طبعا إن المقترحة الأمريكي لسه لم يدخل خيح لسه لم يدخل في هذا الإطار إحنا بنقول هنا إيه بقى إنه الحماس خلاص قدمت رؤيتها وهي كانت موافقة للأمانة تقتضي على أمور كتيرة طب قبل مرضو حماس في ظل لسه السؤال سألته حضرتك وهو إذا كان مقترحا في الأساس إسرائيلي وخرج على لسان أمريكا لماذا طباط الإسرائيلي حتى اكترحت وجهة نظر في نقطة نقطة تانية هل يمكن لأن ده طرح أنا سمعته لقيت فيه وجهة برضو إنه إذا كان مقترح إسرائيلي ونقل لأمريكا هل يمكن أن تكون أمريكا قد نقحت في بعض الأشياء أو عدلت في بعض الأشياء لكي يجد القبول من حماس أو من المجموعة العربية وده يمكن اللي أغضب إسرائيل ربما لكن أنا ما عنديش معلومة بدأ لكن أنا أعبر لا أنا عندي أنا ممكن بس عندي تعليق بسيط قوي إنه الإدارة الأمريكية لم تقدم لنا ورقة مكتوبة يعني الرؤية يعني أنا أتدعي إن أنا لو حضرتك قلت لي هات لي رؤية أوباما حاجبها للي حضرتك هات لي رؤية كلينتو حاجبها في رؤية مكتوبة في نصوص باراجرافات وتيكس ونصوص وحاجات كتير ده ما حصلش ما هو قويس أوعرض على قد بايدك يا دكتور أه ما هو يعني إحنا استعملها قبل الضبط فهو قويس كالترخير وهو تكلم الكلمتين اللي قالهم صح لكن الغريبة بقى إن الانتقادات خرجت بعد كلمة الرئيس جو بايدن بـ 22 دقيقة من مستشار كبير مستشاري نتنياهو انتقاد للمبادرة طبعا الإسرائيل أنا عايز أقول فيها يعني نقطة مهمة قوي حالة الحراك السياسي والحزبي دي مش مجرد تكتيك أو مراكز قوة يعني إحنا مش حسين يدي الإسرائيل أكبر من حجمها ده عبارة عن حالة من الفوضى داخل الدولة الآن والفوضى دي جاية نتيجة الإخفاق في العملاء العسكرية فنازع الصلاحيات حالة التظاهرات الشوارع ده عشرين دقيقة دي يا دكتور ده يدل على يعني لا في دراسة ولا في تخطيط ده يعني لو أنا مقدم لك جواب عاطفي حتدرس وتقرأ فأفوق تطول من كده ده كويس إنه هو يعني رده فبعلم ده حالك ده حد مسؤول كبير 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 مستشاري نتنياهو هي القضية هي هو إحراج الرئيس الأمريكي لأنه القضية إنه الرئيس الأمريكي بصرف النظر هو أعلن ده لكن هم أحراجوا لأنه فيه مش عايزة أقول طربية بينه وبين نتنياهو رئيس جو بايدن عمل إيه ماهجاب بين جانتس وقابله في أمريكا صح ويعني حاول يعني وحصل بعض المشددات وفي تفاصيل كتير حتى في صفقات السلاح وبعدين راح ممررين صفقة السلاح لبلينكين يصدرها وده مش صلاحياته قالك صدرها تحت بندر الطوارئ الفيدرالية ودي مفترض رئيس الأركان أو وزير الدفاع هو يعملها في تفاصيل في هذا الإطار لكن الأهم بقى في تأديري هو رهانات إسرائيل على أن الإدارة الأمريكية لن تفعل شيء ورحلة رحلة وماضية برغم أنه للأمانة تقتضي أنه الرئيس الأمريكي جاب جاب مدير الصغبرات المركزية ويليام بيريز وحالك تعلم راجل ده مش مدير مخابرات بس ده راجل دبلوماسي عريق لا لا ده مهند السياسات وتاريخ المهند السياسات بالزبط كده حضرتك وعنده رؤية وطرح رؤية وفي باريس اتنين طلعوا وثيقة أمنية قال لهم ممكن نشتغل على ده فهما هو بعد وما بعدش بلينكين لأن بلينكين برضو دبلوماسي هاوي لكن جاب لك مدير الصغبرات للأمانة إسرائيل تستطيع أن تنقر رسائل متضربة في نفس التوقيت يعني هي دخلة بس ده حدريك بترجعه إلى فوضى داخلية حالة فوضى مش تلاعب بالأدوار لا 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 ده حالة فوضى وحالة فوضى لافتة وحالة عدم انضباط في مؤسسات الدولة وتصرحات عديدة متضربة كل ده ممكن تعمله تحليل مضمون فتكتشف أستاذ سامر أنه فعلا فيه حالة فوضى مش بنقول الكلام ده ملخص ليه ممكن تعمل تصريع يعني تحليل مضمون لمسؤولين إسرائيل لمدة يومين لا لا باين باين جدا فتشوف التناقض حضرين شوف التناقض على الجانب الآخر بقى عشان نشوف الصورة من كل زواياها لو أنا حماس ومعروض علي هذا المقترح في ظل الظروف اللي أنا مرت بيها سواء تدمير كبير لبنية العسكرية والله أعلم شبكة الأنفاء تضررت بأي نسبة فقد تأديم الكوادر لأن كل كلام ده أرقام كلها لسه حتى مش موثقة بالإضافة للجزء الأهم وهو شعبي اللي بيحصل له إبادة جماعية وتدمير كابل لو أنا في هذه الظروف بهذه الملابسات السياسية والميدانية موقفي بعمل إزاي هل وقف إطلاق النار في أسرع وقت هو في مصلحتي فأنا أدفع في اتجاهه ولا أنا أرى نفسي دلوقتي في موقف قوة فبالتالي أملي شروطي بشكل في قوة أكتر أنا في تقديري إنه حماس بتدير الآن برؤية يعني وقعية ومش عايزة أقول إن حماس أيضا اتبعت منهج الواقعية النفعية البرجماتية كل ده أمور حماس تقدر تعملها لكن نقطة من أول السطر يعني أنا مش هقيم الخسائر والمكاسب اللي حصلت فيه المعسكر خاص بالمقاومة وبحماسة لكن عايزة أقول لنقطة مهمة أوك كل ما أشرت إليه حضرتك تماما صحيح نسبة ملون في المية أنا بتكلم على تضرر في البنية العسكرية هقول رقم برضه في حدود من 35 إلى 40 وفي مصادر إسرائيلية إن البنية العسكرية تضررت وقيادات وكوادر وعناصر وما إلى ذلك لكن في الآخر الحركة موجودة على الأرض مضبوط اتنين إنها لا تزال طرف الرئيسي في المنفاوضات يعني ساعت نقول السلطة مسلطة لكن في الآخر سلطة محن نتبع من السلطة بالضبط يعني ما نقشف دي يعني هو المقاومة هي موجودة طبعا هي اللاعب هي اللاعب الرئيسي المركز لحاجة بتفاوض معنا نيجي بقى لنقطة التالتة ودي نقطة مهمة جدا حضرتك حماس هتتعامل إزاي حماس بتتكلم دلوقتي بفكر مصلحي حتى نفسها ندل الولايات المتحدة حقول إزاي بعد الخطاب اللي قاله رئيس الأمريكي باتنين وتلاتين دقيقة بيان حماس سطر وتضمن ترحيب كامل بالمبادرة حلو طب ليه بقى حضرتك بالمبادرة فضل لسبب بسيط قوي عايزة تباني أستاذ تامر قدام الجمهور العربي الرأي العام العربي أنها هي الطرف الرئيسي الفاعل وبتنقل رسالة مباشرة حضرتك ليه إحنا بنتفاوض كحركة مطموعة وحقها وحقها لأنها بطبيعة الحال حققت مكاسب بتقدم نفسها في جزء بقى هنا هي بتتكلم كحركة سياسية تماما إن أنا بتفاوض دلوقتي وأنا برحب وكذا والناس اللي بيقولوا عايزة محتلي بينكو سين إيه ده جاز ليا ده أنا أفت في سياسية فضل فضل ده كمان مش بس بتحط نفسها كحركة سياسية وبتحاول تجني شوية من مكاسب اللي حركة تفضلت بيها لأ ده كمان في رأيي بتطرح نفسها بقوة كلاعب أساسي في المشهد السياسي ما بعد الحرب تمام واهترف رئيسي وبديل عن السلطة قولا وحدا وبالتالي هي بتقدم نفسها للعالم جزء منه الناس اللي بيقولوا أنها حركة إرهابية لا خلاص وهي بالفعل اللي موجودة في المشهد صح وستزل يعني الناس بتقولك لا ده حتفوض هيسلموا المحتجزين وبعدين يمشوهم يعني ده كلام يعني صبحي آآ آآ وافيبة يعني فبالتالي في جزء من لحظاتك شايفه ده إدارة سياسية من قبل حركة حماس نتيجة الاعتبارات كثيرة استقوأها بمين هتقول لي بإيران والأطراف الإقليمية وحزب الله ده ده ما فيش فيه جديد لكن الجديد في إيه إن درس حزب الله كامل فيه زهن وزهنية القادة قادة حماس إن أنا النهاردة بس عندي مشكلة ربما هي دي تفصل لحضرتك ما هو قائم أنت عندك تلات حركات لحماس الجناح العسكري في الداخل والجناح العسكري مش ضيف بالمناسبة ولا محمد ولا يحيى الصنوار لأ دي مجموعة ومجموعة كبيرة تزيد عن 32 قيادة في الجناح العسكري الشوء قوي اللي أخده ضيف وأخده محمد ويحيى ومروان اللي قالك سيئة تلاته وكلام فارغ طبعا ما حصلش وحاجات كتيرة قوي كتير لكن المجموعة دي اللي موجودة اللي بتدير واللي ليها دي الزراع العسكرية القوية اللي ليها قرار ودي اللي تاخد القرار النهائي بقى فالترت القرار يعني سيب بقى حضرتك المكتب السياسي في قطر لا دون قرارهم على الأرض قراروا على الأرض وده يفسر لك ليه هما عندهم حالة فزع من أنه القرارات بتيجي من من الجناح العسكري المكتب السياسي هو بيسيطر عليه ست شخصيات الظهور الأكبر لخليل واسماعيل هنية وهناك حماس الأقاليم اللي في الخارج ده خالد مشعل ومجموعات كبيرة معاول مكاتب اللي برة كل ده بقى حضرتك إسرائيل بتخشى أنه فيه جناح هو القوي فيهم القوي هو الجناح العسكري بس نتصدق دكتور طارق رغم الشرح في الوقت لقيالات حماس والمفروض اللي يؤدي إلى حالة شوية من التباعد وحالة من عدم مركزية القرار وكذا لكن حماس تبدو أكثر مركزية وأكثر سيستم من إسرائيل نفسها هل تتفق معايا؟ هل تتفق معايا؟ هل تتفق طبعا بس دي مرتبطة بحاجتين حضرتك حضرتك بتشوف الوجهة الدبلوماسية لقادة حماس لو اسمعيل هنية وخليل لكن دولة اللي هما بيتلقوا القرارات من الداخل من حماس صناعة القرار في حماس بسيطة جدا على فكرة عكس ما الناس شاعر يعني ما فيش تشارزم قوي فيها حتى الانتخابات حتى الأمور بتدار يعني نقدر أحدد لحضرتك لو فيه خريطة مراكز القوة في حركة حماس في كل جنيح طبعا ده مهم قوي يفصل لحضرتك إن القرار بيطلع إزاي؟ مفهوم زي ما حدت بتقول القرار في الحكومة الإسرائيلية بيطلع من مجلس الحرب دلوقتي لا الحكومة الكبيرة ولا الحكومة المصغرة لا بيطلع من مجلس الحرب وبالتالي ما ديجي نيتنياهو عايز يقوت كل الأركان دي يعمل إيه؟ يهددهم أنا أحل مجلس الحرب ما يقرفش من الحكومة لأنه مجلس الحرب هو اللي بيدير فحماس نفس القصة الاعتراضات والتحافظات أغلبها جاي من الجناح العسكري من الداخل في الأقاليم نفس القصة فيه شخصيات كبيرة أوي مش مختفية من الساحة زي ما الناس فيها ما في حماس لا ده دولة دورهم وراء السطار وبالتالي إسرائيل بتتعامل مع هذا المشهد بهذه الساحة طيب برضو حماس ماذا تفعل يعني كيف تفكر هل أقبل بسرعة المقترح وحاول أحمل أعلى قدر من المكاسب الممكنة ولا أماطل وأملي شروطي باعتبار أن أنا شايف أنه إسرائيل هي اللي في مأزق أكتر منها لا أنا شايف أنه حماس هتقبله سسن يعني هتقبل هو بس ربما تطلب استضاحات في بعض النقاط وده حقها بطبيعة الحال طبعا من يوم في المية والحكومة الإسرائيلية أيضا هتعيد تدوير بعض الأفكار كطريقة إسرائيلية طيب فكرة أن يخرج المقترح من يعني لما خرج مقترح مصري مصر وسيط تمام لكن لما يخرج المقترح الآن من أمريكا هل ده يعطي فكرة ضامن أكتر أو أن القوى الأعظم في العالم هي لصحابة المقترح فبالتاني هي القادرة على إعطاء الضمانات للطرافين لا شو بس مش أكتر يعني آه شو لكن الأساس الأمريكان مستسلمين لمصر بكل حاجة يعني عايز أقول لحضرتك يعني الفريق المفاوض الأمريكي مدي ثقةه كاملة المفاوض المصر ليه عندنا خبرات وتراكمات وعندنا زباط محترفين وعندنا ناس بديمفاوضات على أعلى مستوى في العالم ده بشهادة الأمريكان يعني وغير الأمريكان وبالمنطق كمان إحنا الأكثر قدرة على كسب ثقة الأطراف طيح إحنا لينا مصدقية صحيح وإنت حضرتك بتتكلم ليك مصدقية أولا بتدير يعني المفاوض الأمريكي لما يقعدنا على الفلسطينيين أكيد الفلسطينيين مش هموافقين فيه لا طبعا لا لا طبعا إنت ليك مصدقية مختلفة فأنت بتقعد فبتناقش وبتطرح الرؤى المختلفة وعايز أقول لحضرتك هو أحيانا أما جم هدده المفاوض القطري القطري نسحبه نسحب تكتيك يعني بصرف النظر أن هم التهمون في لجنة أعمار قطاع غزة ودعم المالي أما جم عند مصر نقطة من أول السطر الكلام مقرر وكلام سخيف وكلام ما إحنا يعني نرد عليه بقوة جدا واتهمات هي ليست اتهمات يعني يكلمك على أنفاء يكلمك على أسلحة كلام وعايز أقول في النقطة دي بقى مين اللي بيقولها دي نقطة بقى مهمة بتتعامل مع ثلاث مستويات أستاذ سامر في إسرائيل في مجال الميديا الميديا العشوائية اللي بتصدرها مواقع مش كبيرة ودي وراها أجهزة معلومات تمام بتصرب أخبار وبيقولوا أي حاجة صحفيين صغيرين مالهمش تأسين الشريحة التانية وزراء ومسؤولين سابقين عسكريين وسياسيين ودولا بينقلوا رسائل بس هم خارج السلطة بس مؤثرين المستوى التالت هو مستوى المسؤولين الرسميين أما يطلع وزير أو يطلع رئيس الوزارة أو حتى الوزراء المستوطنين اللي هم جايين من الحركات العنف والإرهاب في المجتمع الإسرائي نفسهم وكان أصلا ممنوع عليهم العمل في السياسة منتميين حضرتك لحركة مقير كهانة أو انت فيها كان ليا حركات اللي هي أصلا ممنوع عليهم العمل بالسياسة ففجأة بقى وزراء وبيتكلموا ومتلكوا تصريحات ما بين كل طيار حضرتك ده لازم تتعامل معاه بجدية يعني لازم تنتبهي قوي لتصريحات الوزراء وللرئيس الوزراء المسؤولين السابقين العسكريين اللي بينصحوا نتنياهو ألا تدخل مع مصر في مواجهاتك ألا تستمر في العملية العسكرية وتصل إلى ممر صلاح الدين ألا تحتل معبر رفح من الجانب الآخر بس هو الحقيقة طرح العاق قلته في معرض حديثك في البداية وفكرة أنه نتنياهو وإسرائيل الآن بيحاولوا يمطلوا ويكسبوا الوقت جزء من المباطلة وشراء الوقت ده هو الدخول في مناوشات بين الحين والآخر وخصوصا مع الطرف المصري الطرف المصري لأنه هو عايز يصدر أزمته لك هتقولي طب ليه حضرتك أنا ليه قلت عبارة أن إسرائيل دولة مأزومة وليه دولة في حال التأزم كامل فهو بينقل التأزم ده لأقرب الدول الجوار لأنها دي اللي في ده الحل صح يعني مش العكس إنه هو بيهاجم الموقف المصري يقولك أنت عندكم عشرين نفع أنا كنت بقول لحضرتك ببساطة أوي يورونا عشرين نفع صح المكان مين وإيه هاتوا برهانكم بس هاتوا هاتوا أنا النهاردة أنت اتهمت وقلت تمام ببساطة جدا الصورة هي اللي هتعبر مش أنا اللي هقولك تعالي أدي بداية النفع بدايته وده نهايته وما طلعيننا صور وكلام ده كلام يعني الحاجة التانية دي بقى الأخطر يعني أنا ما أنا هتواجد على المعبر من الناحية التانية من الناحية الفلسطينية أنا عايز أقول نقطتين مهمين هو ما إحنا جينا نعدل الاتفاق ممر الصلاحة الدين في نوفمبر 21 سنة 21 وإحنا بنتكلم كانت في جزئية إنه ده المصلحة الترفين النهاردة كما تعلم اتفاقية المعابر 2005 هي دي اللي كانت الأفضل ولو اشتغلت خلاصا في شيء مشكلة لكن احنا برضو بنتحمل سخفات كتيرة الأمريكان يجيو لك ما ندور المعبر نجيب شركة أمريكية دور المعبر يعني هتدور المعبر بشركة أمريكية طبعا الأمريكية دي عناصر أمنية ومخابراتية وليوم في الماء أو يجيو لك إيه نعمل إيه نعمل هيئة دولية أمام المتحدة وكذا كل الأفكار كانت بتصب بإنه إسرائيل تفضل في الاحتلال أما جوم عملوا اللقاء بتاعهم في مصر أول مبارح افترحوا الأفكار بكرر عشان كده مصر رفض قالت لك أنا مش حقبل أي وجود فلسطيني من المعبر من الجانب الآخر لأننا لن نشارع ونعطي لإسرائيل شرعية الوجود بأي قوات موقف مصر حضرتك هنا لا يحتمج نص حل وشي بخيار احنا رفضين انتو مخالفين للمعاهدة لاعتبرات كثيرة الإسرائيل بيقولولك إيه بقى بيقولك إحنا وقفنا معاك في مراحل معينة مع مواجهة الإرهاب فإحنا بنتكلم أرجوكوا بقى وقفوا معنا دلوقتي يعني هو بيكلمك في مرحلة معينة فهو بيحاول يكلمك في إطار ميديا موجهة الميديا في إسرائيل للأسف هي بتستهدف الدولة المصرية بكلها يعني شغالة على مصر بالعبارة بتاعتنا لو تشوف حجم الاهتمام وسهل سامن بس كدلك الدكتور رغم انتفقي مع الزاوية الحاجة بتطرحها بس رحية لازم نعترف كمان في مقابلها إنه الإعلام الصهيوني إذا جاز التعبير اللي هو الإعلام الإسرائيلي ومن ولا ومن يدافع عنه ويروج له خسر خسائر فادحة على مستوى الميديا العالمي والرأي العام حتى الغربي اللي هو كان واحد من معاقل الدفاع عن الصهيونية كل للشهور الأخيرة لا نقاش فهو كمان الإعلام الصهيوني في أزمة كمير أزمة ثقة وأزمة مصداقية طبعا طبعا للوقات اللي كان بيغسل بيها أدماج الناس دلوقتي فقدها بس أنا عايز أقول بقى أنا عايز هنا ميز بين حاجتين وسائل التقليدية حضرتك والمواجهات على السوشيال ميديا في جزء بقى مختلف السوشيال ميديا لاجب انتباه إليها لأن دي المعركة الحقيقية اللي احنا بنتعامل بيها معاهم التقليد لا احنا نملكه بصورة كبيرة جدا وبالرده عندنا إمكانيات وقدرات كبيرة جدا في هذا الإطار لكن أنا لازم أسبق بخطو لازم أنا أكون استباقي أنا مش موجود رد الفعل بس برضو على السوشيال ميديا دكتور أنا مش عايز أبقى هو في غس كتير لا مش بس غس كتير السوشيال ميديا كمان فكرة أنه الحرب والعدوان والمجازن الإسرائيلية منقولة لحظة بلحظة زي استوديوهات التحنيلية بتاعت المباريات كده الحقيقة أفقدت إسرائيل والإعلام الصهيوني أي قدرة على التزييف والخداع يعني قبل كده لما كان كله يتم في إطار الغرف المغلقة وفي الدرة فكان العالم الصهيوني قادر على أن يقول ما يشاء ويصدق لأن الإعلام الغربي ورقم الغربي كان مستعد لتصديقه آه صحيح باللوقتي هو مش قادر أنه بيقول له إزاي صدقك وأنا شايف بعناية ما تقترفه آيديك أنا عايزي كنت أسأل حدك سؤال يعني ليه ليه في حرب في حروب الخليج الأولى وكان لسه الميديا كانت بتنقل على الهواء مباشرة وسيادتك مش محتاج طارق ومحمد وعلي النساء بتحلل وتقول أي كلام لأ أنا كنت بتكلم لو كانت الحرب منقولة في قطاع جزة مباشرة وده متاح على فكرة ما فيش حاجة اسمها منع الرقابة والرقابة كان ممكن فيه قنوات أوروبية بتنقل ده على فكرة على الأمر الأوروبي صحيح بتنقل بسعة كبيرة بخلاف الموبايلات والموبايلات والدي مؤشغلة يعني فيه جزء من ده لا نريد أن نترك السردية الإسرائيلية للجانب الإسرائيلي ليه بقى؟ لأن ده مهم حضرتك أنت بتكسب على المستوى الإنساني لكن أنا دلوقتي حضرتك عايز أكسب على المستوى السياسي صح حضرتك قلت إيه؟ طب هو مش مكسبي على المستوى الإنساني شيئا فشيئا يكلل الميزان السياسي يقلب؟ لا معلش أختلف مأحلات بها هنا حقول لحضرتك ليه؟ لأنه بصراحة أنا شايف أنه قوة الدفع الشعبية اللي بتحصل دلوقتي حقول لحضرتك حتضغط على الحكومات حقول لحضرتك دي نقطة مهمة جدا ودي أنا أتفق مع حضرتك قبلها أختلف في إيه؟ أنا مش عايز أحول القضية الفلسطينية حضرتك أستامر لقضية إنسانية حقصر كتير قوي ليه؟ حقول لحضرتك أنا القضية الفلسطينية قضية سياسية حضرتك بتقول إحنا كسبنا إيه؟ وما تحول السياسي كسبت اعترافات دول العالم صح أخذت القضية الفلسطينية زخم كبير هل هي الاعترافات دي مش جاية بناء على ضغط شعبي كمان؟ ضغط شعبي حيتم التعبير طب عضيف بس حضيف دي بعد عبارة بقى بعد حضرتك يلا لابد أن تترجم في أقرب انتخابات للدول الأوروبية وتسقط هذه الحكومات أنت عندك 24 دولة في 2025 حكومات حتاشت انتخابات برلمانية صح الجمهور يسقط يسقط من هذه الحكومات الحكومات اللي لسه بتدفع عن إسرائيل ده أول اختبار حقيقي طيب ما معايا هو أن الوزء الإنساني حيثتر مكاسب سياسية بس لو أنا استمرت في الإنسان كتير أخسر ليه؟ لأنه لأ حقول لحضرتك لا أحقول لحضرتك لو حولت القضية الفلسطينية لقضية إنسانية فقط عليك أن تستثمره سياسيا الإنساني يقود إلى سياسي صح بس أنا خيرا متفقين يبقى كده يبقى يقود إلى إيه؟ مع يعني متفق معك مع إيماني أنه في السياسة حالك أو أستاذ لا طبعا السياسة اللي من بلدي كده تكسبه لعبه لو أنا الطابع الإنساني والجزء الإنساني والضغط الإنساني حيكسبني القضية ده أنا مش عالك أكسبها بأني 70 سنة طبعا أهلا وسهلا من الإنسانية أنا نهارده أنا عايز أستثمر في القضية الفلسطينية في كل الأطر نحن مشتغل متفقين الاعتراف الدولي الاعترافات الدولية تغيير المقاربة الدولية الجمهور المزاج الأوروبي كل ده ما إحنا بنكسبه النهارده يبقى الإنساني يقود إلى سياسي في كل المراحل التالية اتفاق اتفاق لنا عادة تانية لازم كريمة لأكتور شرفتني ونواتني ودايما بنسعد بحوار محاريتك